وقعت المملكة وتونس اليوم مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة خمسة ملايين دولار لترميم جامع الزيتون والمنطقة المحيطة به وذلك على هامش عمال الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن المنحة تأتي في إطار علاقات التعاون بين المملكة وتونس وتأكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على مزيد من ربط جنسور التواصل مع شقائه العرب والمسلمين